نتحدث عن إنو كليتشدار أغلو حينما وجه له سؤال صحفي حول موقفه من المثلية الجنسية صحفية سألتها كذا هل المثلية الجنسية تؤثر على بنية الأسرة التركية؟ انتفض غاضباً غاضباً وقال لها كيف ذلك؟ إطلاقاً لا وجود لأي حالة من حالات التأثير من قبل المثليين على الأسرة التركية ودافع عنهم وتحدث عن أن هذا الأمر يتم في إطار الحريات وكامنا الواضح على ما تتهجم عليه وكأنه السؤال يعني مستغرب واستنكاري وأنه يدافع عن هؤلاء بشدة أمر أخذ عليه كثيراً بأن كليتشدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري هذا الرجل الذي أتى والده والده يعني والده وليس أجداده والده من مدينة خرسان في إيران واستقروا في ولاية تنجلي وكان أبوه اسمه قمر خان وغير اسمه من قمر خان إلى كليتشدار أغلو وبعد ذلك الآن يتزعم هذا الرجل حزب الشعب الجمهوري السؤال هنا هل يصبح هو أول علوي يحكم تركيا هذا الرجل يقول بأنه علوي هو من يقول هذا الأمر وأصوله إيرانية وهناك علويين كثير فيما يتعلق ببعض المدن مثل مدينة هطاي لكن الرئيس أردغان مع تجنيس السوريين ووضع كثير من اللاجئين السوريين في هذه المدينة أحدث حالة من حالات التوازن بين العلويين والسنة كان العلويين قبل مجيء السوريين نسبتهم أكتر من خمسين بالمائة في هذه المدينة لكن العملية أصبح هناك حالة من حالات التوازن داخل المدينة الآن مع قدوم اللاجئين السوريين البعض حتى يتحدث عن أنه بالرغم من استقبال تركيا على مدار كل تلك السنوات الماضية للاجئين سواء اللاجئين الذين أتوا من بلغرية إذن فترة اضطهاد السلطات في بلغرية للأتراك حتى قدم معهم عدد من البلغير الغير مسلمين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية يعني الصعبة للغاية والقوية داخل البلاد أتوا حتى مع الأتراك لدولة تركيا إذن لدينا أتراك أصولهم بالغرية نتحدث أيضا عن هؤلاء الذين أتوا من دول البلقان إبان اضطهاد الذي واجهوه بسبب إسلامهم وأتوا للدولة التركية